ان احنا ايه نهاجم منتخب وانهاجم جهاز فن احنا بس عايزين نتكلم في صالح المنتخب في ملاحظات وعلامات استفهام كتير قوي قوي لازم نقف عندها بصراحة فانا للمرة الاولى في البرنامج هبتدي بتفاعل الجماهير في الفقرة دي من البداية وسؤال الحلقة كان بيتعلق بايه رأيكو في اداء المنتخب في ماتشكيني يا ريت تعرض لنا يا بيبو تفاعل الجماهير لان ده قمره مهم جدا عشان نبقى عارفين الشرع الرياضي المصري بيقيم ازاي منتخب مصر نبتدي باحمد النجار قالك ايه قالك اداء سيء جدا مقابل الاسماء اللي في التشكيل عندك حق بصراحة يا احمد اللي بعده بشارك للاسف اداء سيء لا يقوليك بمنتخب مصر اكثر من فازه وطولة امه افريقيا ان شاء الله يتحسن الاداء في اللي جاي برات اللي ماشي فتح زدان قالك للأسف الشديد لا خطة ولا تكتيك ولا نجوم ولا نتيجة مشرفة وعلامات استفهام على التبديلات أثناء المباراة ماشي يا فتح اللي بعده محمد فؤاد قالك مستوى سيء لا يناسب الاسماء الموجودة في المنتخب حاليا جول حاوي قالك ايه المنتخب تعبان جدا احسن تعبير بصراحة للمنتخب فعلا تعبان قوي ومنتخب ما يطمنش خالص خالص يعني وصروف اللي بيلعبوا فيها مش مساعدهم يا ريت يبقى في تطوير أكتر ماشي فيه تاني يا جماعة نروح لابراهيم جمال آخر تعليق معنا في الفكرة دي قالك ايه للأسف أداء ضعيف بالنسبة لمنتخب مصر الذي يواجه منتخب كينيا المتواضع نسبيا ولا يوليك بإمكانيات لعبة الفرعنة اللي موجودة على أرض الملعب ومبروك التأهل للفرعنة حلوة او دي تعليقات ايه الجمهور دي تعليقات الجمهور بخصوص منتخب مصر واداءه واضح ان فيه اجماع على ان المنتخب ما يطمنش وانا اتحدى اتحدى اي واحد من اللي بيتفرجوا علينا واللي ما بتفرجوش علينا دلوقتي انهم راضيين عن منتخب مصر اتحدى انهم يكونوا راضيين على الشكل المنتخب في أرضية الملعب اتحدى انهم يكونوا راضيين على استراتيجية وطريقة اللعب الخاصة بالكافتن حسام البدر اللي ليه كل التأدير والاحترام فيه مباراة كينيا الأخيرة ويريتها مباراة كينيا الأخيرة بس ده كل المباريات اللي لعبها الكابتن حساب مع منتخب مصر حاجة ما تطمنش هل انا هنا بتكلم عشان انا عايز اطلع هاجم الكابتن حسام البدري لا احنا لو تراجعوا حلقات الاسبوع اللي فات احنا كنا اول ناس بنقول يا جماعة لما كان فيه ناس كتير بتعلى تقولك ايه الاختيارات ومش اختيارات كنا بنتكلم بنقول ليه يا جماعة الاهم الصلاح العام كابتن حساب بدري اللي هو مطلق الحرية في اختياراته هو اللي بيشيل الليلة لو تفتكره هو اللي بنشيد بيه لو تأهلنا ولو حققنا الاهداف لان طبعا تموح مصر مش انك تتأهل بس الكاسة الموامة في ركاة الكاسة الموامة في ركاة دي احنا اكتر منتخب واخد البطول واكتر منتخب بيبدع في البطولة دي فانك تتأهل ده تمام لكن لو اداء سيء ولو نتائج عكس المتوقع فهو اللي بيشيل الليلة ده طبيعي لكن هنا السؤال هل الدولة اصرت في حاجة مع المنتخب؟ هل الدولة اصرت في اي احتياجات طلبها المنتخب الوطني الاول؟ بصراحة لا بصراحة الدولة عملت كل اللي عليها في الجانب ده تحديد قالك احنا نجيب مدير فني وطني جبنا مدير فني وطني وقف طبعا ليه تاريخ كبير كابتر حسين البدري حدش يقدر ينكر كده اطلاق مرتبات ما شاء الله بنشوف مرتبات عالية اوي وانا بصراحة انا عن نفسي يعني ضد اللي الناس بتقول لك اصلا مرتبات زيادة ومزيادة وده غير منطقة مش عميل لا بصراحة كل المنتخبات العالم وكل الاجهزة الفنية في العالم كل مرتباتها في الرنجات دي واكتر فعادي مرتبات دي طبعية دلوقتي في الفترة الحالية انا ما اتكلمش على مرتبات لكن فيه تأخر في سداد مستحقات الاعضاء الجهاز الفني بصراحة لا الناس قاعدين في البيوت وبيقبضوا قاعدين في البيوت وبيتابعوا بس بصراحة مش بيذكروا بصراحة مش بيذكروا وانا كلامي هنا تحديدا لمدير الفني هو المسؤول الاول والاخير عن المنتخب المفروض انا قاعد في البيت بذاكر عندي اجازات طويلة جدا اذاكر عشان لما اجي العب مع المنتخب اجي ادير لقاء للمنتخب اظهر في احسن صورة مايبقاش عندي اي حجر وبصراحة مافيش حجة للمنتخب ولا للجهاز الفني هتقول لي مافيش تجمع انت مش بحتاج تجمع ده انت عندك نجوم في بعضهم بيلعب في الطوب لبل فاقوى دوري في العالم الدوري انجليزي صلاح النني اللي ملعبش النني وتريزي جي وكان عندك احمد حجازي بيلعب في الدوري انجليزي برضو يا عندك لعبة بخبرات عالية غير طبعا اللعبة المحلية لعب الاهلي والزمالك ولعب اسموح عندك عدد من اللعبين المميزين جدا الموجودين في المنتخب فما تقوليش بقى اصلحنا وانت تجمعش اصلحنا الدنيا بالنسبة لنا مش مستقرة اصلحة لا مافيش حج ده كلام غير منطقي لكن انا بقى بيهمني دلوقتي ايه انا دلوقتي انا بتكلم من خلال شاشة قاتل اهلي انا اهمني النادي الاهلي بعد منتخب مصر طبعا رقم واحد منتخبنا الوطن مصلحة الدولة ومصلحة مصر في الجانب الرياضي دي رقم واحد بالنسبة لنا المنتخب عمر الاهلي ما حيتأخر عن منتخب في اي حاجة دي حاجة مستبعدة تمام ماينفعش اصل ماينفعش اصل ان المنتخب يتأخر او النادي الاهلي يتأخر عن منتخب هنا السؤال هنا السؤال الى اي حد حيفكر ويشغل هنا هيسأله رقم واحد اي من اشرف هتقول لي الموضوع بخلق البحث كتير اتكلمت فيه اوكي بس الجديد بالنسبة لي الجديد بالنسبة لي وده اللي عرفناه من بعض المصادر والتصرحات اللي خرجت بالامس ان تم استبعاد اي من اشرف خلاص هو وحمد فتحي هتدي باي من الاول استبعاد اي من ليه بسبب الاجهات نكتة والله العظيم نكتة طب ما ترامى اللاعب نفسه اصلا مصاد وعملين نقول يا جماعة ياللي هنا اي من اشرف مصاد ما تصفرهش معاك اي من اشرف رجبته فيها مشكلة ما تصفرهش معاك اللاعب لاتمرن اول تمرين ولا تاني تمرين ولا تاني تمرين وجري في التمرين الرابع ومش عافية طب ما تصفره ليه المنتخب فيهش غير اي من اشرف طبعا معترفين بالقدرات اي من اشرف الكبير لعيب مهمة اوي لعيب فز ما حدش يقدر يختلف على كده لكن انت لازم تراعي مصلحة اللاعب نفسه ومصلحة النادي اللي منه اللاعب طالما انت مش هتحتاجه طالما انت مش عايزه طالما عندك البديل ليه سواء احمد اي من منصور او عبدالله جمعة لما خدته طاي وعبدالله جمعة نضم المنتخب ليه عشان احمد الفتوح زهير ايسان نادي الزمالك جاله برد ما عندهش اصابة في الرجبة ولا حاجة ماشي ما عندهش اصابة في الرجبة ولا عنده اي مشكلة بصواء جاله برد الراجب فعمل له مسحة تلعت الحمد لله سلبي فتلعت نزلت برد عادي ما هو البرد ده ممكن يتعالج ويلحق يلعب لكن قالك لا خلاص نسب عيده ونجيب واحد مكان وقرار صحيح في الحقيقة طب ليه ما عملتش نفس القرار ده مع ايمن اشرف واصريت انك تتصفره معاك كينيا وتجهد لاعب مهم سواء بالنسبة لك او بالنسبة لنادي الاهل اللي مقبل على تحدي مهم جدا جدا في اطار المنافسة في البطولة الافريقية فانا مستغرب في حتة ايمن اشرف دي بصراحة ادي رقم واحد رقم اثنين حمد فتحي خلاص اللاعب حيغيب شهرين بسبب كسر في دراعه ومش هيكون موجود خلال الفترة الجاية لا مع الاهلي واكيد ممكن بقى المعصر الجانب منتخبية اللي حيكون موجود يعني لو لاحق يلعب مع النادي الاهلي فحيغيب 13 مباراة 13 مباراة عن النادي الاهلي شهرين كاملين فاهم فترة في الموسم طيب هتقول لي هنا فين اللوم طبع كابتل حسين البدري ما هو بلاعب واحد هو محتاجه في الملعب ولعب وقده بشكل كويس اللوم هنا كل اللوم في الحقيقة فيه خلال أحداث المباراة وكان فيه إصرار أن اللعب يكمل بل كمان غيرت طريق حامد ونزلت مكانه السلي كان من الأولى أن يطلع الرجل اللي بشتكي من كادمة ده نتطمن عليه وننزل السلي أو ننزل مني لو كنت هتلعبه أصلا تمام كان من الأولى مش من الأولى لكن للأسف العناد العناد خسر الأهلي لعب مهم جدا لمدة شهرين قداء طيب هل يا جماعة النادي الأهلي مطالب أنه يدفع فطورة دعمه المنتخب مصر اللي هو الدعم الطبيعي يعني هنا ما قدرش أقول لحاجة غير كده ده الطبيعي جدا وفي أي حتة أقول الكلام ده ده ألف به المنتخب يقول سين سين أوكي صاد أوكي ما فيش نقاش الحاجات دي دي حاجة مفروغ منها بس أنا بتكلم يا جماعة لازم نراعي مصالح بعض أنا كمدير فني مفروض عندي خبرات عظيمة ومدير فني كبير وعندي تاريخ كبير جدا أغلبه لم يكن كله كان مع النادي الأهلي لازم أراعي النقاط دي وأفكر في مصلحة النادي الأهلي ولو ما أقف مع النادي الزمالك أفكر في مصلحة النادي الزمالك أنا بتكلم بمنتهى المنطقية اللي في الدنيا فده أمر مستغرب جدا أمر مستغرب جدا في الحقيقة ده فيما يتعلق كمان بحمد فتحي وتعنت الكابتن حسام البدري بخصوص الإصرار على تواجده اللعب في الملعب وهو مصاب وبخصوص استحاب أيمن أشرف رغم إصابته ورغم أنه مش محتاجه ومش هيلعبه فأنا هنا بوجه سؤال أو بوجه رسالة للمسؤولين مين يا جماعة يحسب الكابتن حسام البدري مين يحسبه على الكرارات دي ممكن واحد دلوقتي يتفرج عليه يقول لي إيه هيقول لي يا أمير لازم نتكلم في مصلحة المنتخب ومش لازم ندوس قوي على الكابتن حسام البدري أنا بقى حرد عيقوله إحنا يا جماعة خلاص تأهلنا إحنا موجودين في كاس الأمام أفريقية خلاص أدي هدف أخير لدينا منه رغم أن الأداء مفيش أوحش من كده في الدنيا ده كوبر اللي كنا بننتقده الرجل كان فيه شكل في الملعب بتدافع وبتلعب على الهجمات المرتدة وصلاح ومصلاح وكلام منه لكن ده إنت دلوقتي لا بتدفع ولا بتهجم ولا بتعمل أي حاجة ولا فيه استحوالات ولا فيه أي حاجة في الدنيا ده حتى التغيرات غريبة مش من عادتنا أن نحن نطاق التغيرات في الحقيقة بس لازم اللي نشوفه نقوله بصراحة اللي بنشوفه لازم نقوله نبض الشرع الرياضي لازم ننقله وأنا أصريت أن نحن نبتدي بتعليقات حضراتكم عشان يبقى الكلام هو ودي طبيعة البرنامج من الجمهور على السوشيال ميديا ورأيهم في المنتخب فمين يا جماعة يحسب الكابتن حسين البدري وإحنا ما بنتكلم كده وبقوة وبحدة ده مطلوب عشان نتفادى الأخطاء دي في اللي جاي عشان صالح المنتخب عشان المنتخب مقبل على تحديات قوية جدا مش حينفع شكلنا يبقى زي ما كنا مع كابتن أجيري في مصر مش حينفع مش هنقبل كيه تاني ما ينفعش ما فيش أي حجة من حجة طب تعال لي بقى على الصعيد الفني رقم واحد أنا مستقر بتعامل الجهاز الفني مع بعضه تعامل الجهاز الفني مع بعضه أثناء إدارة المباراة وفي لقطة في لقطة أنا شفتها الكابتن حسين البدري وكابتن طارق مصطفى جاي بيقول له رأيه الراجل يعني كابتن طارق مصطفى برضو كان لعيب كبير قوي ومدرب مميز وشوفنا في المغرب عمل يعني جوالات تدريبية مميزة جدا هناك ومسك فرق والناس بتشيط بيه قوي فالراجل عنده فكر يعني عنده فكر بيفكر وبيطرح اقتراحات لقطة كانت غريبة جدا من كابتن حسين البدري أعتقد كلكم شفتوها كده ماينفعش ماينفعش والله ماينفع الشكل اللي عام حتى مش حلو ده راجل بيساعدك اللقطة على الهوى الناس كلها شفتها الراجل بيساعدك بيقول لك حاجة لما في الغرف المغلقة إيه اللي حيحصل يعني على مستغرب الراجل بيقول لك اقتراح خد بيه أو ما تاخدش انت المسؤول الأول فأنا مش عاجبني بصراحة الطريقة ومش أنا بس يعني يعني أنا واحد من الجمهور مصر مش عاجبنا خلص اسلوب التعامل يعني أثناء إدارة المباراة وشكلة على الهوى مش حلو خلص رقم اثنين تعالي في ايه في رقم اثنين رقم اثنين محمد النيني في عزمة محمد النيني ماشي بشكل كويس مع أرسنل وبيلعب أفضل ما واسمه مع أرسنل أه أرسنل أرسنل في بريمير ليج وارتتا المدير الفني بيشيد بي قد كده ولسه جاي في جون في اليوروبا في أولمبياكوس جون حلو جد وماشي بشكل كويس يعني واحد بلعب في طوب ليفل أقعدوا على الدكة حتى أتقول لي أصلي مش عارف مين اللعب ده واحد بلعب في طوب ليفل ده واحد لازم أنا أستفاد منه بأي طريقة واحد عنده خبرات لازم يكون موجود في الملعب مش بأجبر الكابتن حسام أو مش إن إحنا لازم يلعب ولا حاجة لكن ده محمد النيني يا جماعة برضو لعيب مهم آه ممكن لبعض يختلف يا طفق ده طبيعي لكن دي حاجة غريبة جدا إنه ما لعبش بحس دايما بحس دايما إن الكابتن حسام البادري لما الناس تقول يمين يمين إلا هو ياخدش مال زي كده موضوع مصطفى محمد بالمناسبة حد يختلف على إمكانيات مصطفى محمد لا طبعا مصطفى محمد لعب كبير جدا لكن لما كان ناس كلها بتشيد مصطفى محمد قال لك أصل هو نقصوا بعض الحاجات نفس الحكاية مع النيني أصل النيني كويس لا 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 مش كويس العنات ده المتصلح مين يعني وبعدين السؤال يقول يتقلق طب أنت النيني ليه مع أصوات مرة نتمرين واحد طب ونيني بالمناسبة جاي مع تريزيجي في نفس الطيارة طب ما حجازي متمرنش أصلا الرجل جاي من السعودية على كينيا لعب والسفر على السعودية في حاجات في الحقيقة غريبة جدا حاجات غريبة جدا جدا بنشوفها من الكابتن حسان بدري في إدارته المبراد هل إحنا هنا بنشيل إيدينا من المنتخب أو مش هندعم المنتخب لا هندعم طبعا المنتخب هندعم الكابتن حسان هندعم الجهاز الفني إحنا في ظهرهم بس لازم فيه نقط كده لازم نركز عليها فيه نقط لازم نقف عندها فيه لعبة يا جماعة بتتدخل في تشكيل واضح جدا لازم فيه سيطرة من المدير الفني الكلام ده ما ينفعش فبعد إذنكم الجمهور المصري جمهور كورا بيحب يتمتع بيحب إحنا كنا منتاقد كوبر اللي وصلنا كاس عالم بعد 30 سنة عشان مش منستمتعين بالمنتخب ففي الحقيقة الوضع غريب جدا وأنا مستغرب والناس كلها مستغربة من الجزئية دي ففي كل الأحوال الحاجة الأخيرة قبل ما أطلع الفاصل كمان من ضمن الأمور موضوع الشارع كل شوية كل فترة أصلا عايزين ندي الشارع الصلاح ونعمل بلونة كده عشان نشوف إيه ومش عارفه وفي الآخر موضوع يقول لك قال لك إحنا أصلا ما قلناش كم داتل أحمد فتحي في مرة أكدبهم في القائم اللقاءات ما فيش ضخم من غير نار فمشاكل كتير جدا لازم نخلص منها قبل الفترة الجاي أي عناد من غير كل بمكيالين لأن الكلام ده مش هينفع خالص لمصلحة المنتخب قبل مصلحة أي نادي في الدين هروح لفاصل سريع بعد الفاصل لسه عندنا كلام مهم هنتلم فيه السنة